دلوقتي مشاهدين معاد موجز الأخبار مع هدير تفضلي هدير شكرا لك يا شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا حيث ودع خلال كلماته الشعب الليبي الشقيق إلى بذل الغالي والنفيس من أجل الحرية وأستقلال القرار الوطني مؤكدا أن مصر ستبقى سندا وقوة لهم لدعم أمنهم وخياراتهم وطموحاتهم وخلال زيارته لفرنسا التقى رئيس السيسي بنظيره الفرنسي إمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الفرنسي حيث أكد رئيس السيسي قوة واستراتيجية العلاقات المصرية الفرنسية خاصة على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري كما شارك الرئيس السيسي في الاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس منظمة اليونسكو وأكد حرص مصر على التعاون المستمر مع المنظمة بهدف حماية المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمنتدى سيربانياس السنوي والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية وحسب ما أكادت الخارجية فإن مشاركة شكري في الدورة الحالية لهذا المحفل الهام تأتي في إطار الحرص على مواصلة تبادل الرؤى والتشاور مع كبار المسؤولين وقادة الفكر بشأن القضايا الملحة والملفات ذات الأولوية لسيما تلك المتعلقة بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وذلك في ضوء ما يوفره المنتدى غير الرسمي من مساحة للنقاش وبلورة الأفكار إذا أبرز التحديات الآنية والمستقبلية وسبول حالة الأزمات التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 543 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقي مرعاية طبية لازمة وتمام شفائهم لارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 286891 حالة وإشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 929 حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس ووفاة 69 حالة أعلنت الحكومة المغربية أنها ستجري اختبارات سريعة متعلقة بفيروس كورونا للمسافرين الذين يصلون إلى مطاراتها وموانيها وستمنع دخول أي زائر تأتي نتيجة فحوصاته إيجابية وأضفت الحكومة في بيان أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية البلاد وسط زيادة الإصابات في إيروبا مشيرة إلى أن المسافرين الذين ستكون نتيجة فحوصهم إيجابية سيتم ترحيلهم على نفقة شركة تيران التي جلبتهم إلى البلاد ما لم تكن لديهم وثائق إقامة دائمة حضار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش من أن الكارثة المناخية لا تزال ماثلة رغم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كب 26 بمدينة جلاسكو الإسكتلندية واعتبر جوتيرش في بيان أن المؤتمر انتهى بخطوات مرحبها لكنه اعتبرها غير كافية أشاد الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي بمواقف السعودية الداعمة والمسندة لليمن في شتى المجالات جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمني مع سفير السعودية لدى اليمن محمد الجابر وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالشأن اليمني بما فيها التنموية والاقتصادية وأعرب هادي خلال اللقاء عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية والمصير الواحد والمشترك والذي دائما ما تؤكد عليه السعودية ورياضيا تأهل المنتخب الفرنسي لنهائيات كاس العالم 2022 بعد فوزه الكبير على كازاخستان بثمانية أهداف من دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية وبهذا الفوز رفع منتخب الديوك رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة وبفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقي فنلندا الثانية وضمنت فرنسا بالتالي مشاركتها في النهائيات العالمية للمرة السادسة عشرة في تاريخها بضمان المنتخب الفرنسي لبطاقة العبور المباشرة للمنديال سيبقى التنافس على أشده بين فنلندا الثانية وأوكرانيا صاحبة المركز الثالث بتسع نقاط من أجل خوض الملحق المؤهل للبطولة العالمية مشاهدين الكرام نهاية موجز التاسعة فاصل نعود بعد الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ابقوا معنا اشتركوا في القناة